يا مساء الخير يا مساء الأنوار كل سنة وانتوا طيبين كل سنة ومصر طيبة وبخير وسحة وسعادة وأمان كل سنة وشركاء الوطن طيبين وبخير أهلا بكم حلقة جديدة من برنامج حياتنا معاكم دكتور مهندس شايماء علام استشاري تعديل سلوك وجودة حياة وعدتكم أني أنا أطلع معاكم ونتكلم في حاجات كتير مهمة قوي ما بعرفش تواصل معاكم عن طريق السوشيال ميديا فهنتكلم عن طريق برنامج حياتنا الفترة اللي فاتت أنا كنت عاملة حاملة عن غلق المواقع الإباحية هنتكلم النهاردة عن المواقع الإباحية وتأثيرها من ناحية الأديان بتأثر إيه على دينا وكمان على سلوك المجتمع طب إيه ربط اللي اتنين ببعض وإيه اللي دخل الأديان في الموضوع ومين قال إن إحنا عندنا نسبة كبيرة بتتفرج على المواقع الإباحية طب إيه المشكلة إنها تكون ثقافة والناس تدخل وتتعلم هي أنهي ثقافة اللي إحنا بنتكلم عنها أنهي ثقافة اللي طول النهار الناس بتتفرج عليها أنهي ثقافة اللي بتبعيدني عن ديني ودنيتي وأخدتني من أهلي وأخدت الراجل من مراته ومن بيته وعياله أنهي ثقافة اللي ألاقي طفل لسه في ابتدائي على التليفون بتاعه في المإباحي إحنا وصلنا للدرجة ديت أخاف إن يجي علي يوم أفتح التليفزيون عادي ولاقي في المإباحي شغال ويبقى حاجة عادية ما خلاص العين تعودت وبقى موجود طول النهار موجود قداما طب إحنا إزاي دخلنا للعالم ده إحنا إزاي تسحبنا زي موج البحر كده إيه اللي دخلنا ووصلنا للموضوع ده خلينا أقولكم في البداية هو إيه الغرض منه عشان بعد كده نبتدي نعالجه وليه هو التعمل وليه تواجد ومين وراء لما تحب تضرب شعب اضربه في ثقافته اضربه في ميوله في غرائزه ادخل جوا تفكيره جوا دماغه شوفه بيفكر إزاي شوف ميوله إيه لو ما كانش زي بالضبط اللي بيدرس تسويق فهو عارف إزاي يبيع لك ويسوق لك يديك المعلومة ويشتريها منك وياخد منك اللي هو عايزه اعرف دايما إن الحاجة اللي ما بتدفعشه تمنها هتبقى أنت المقصود إن انت تكون السلعة المباعة بعد كده مفيش حاجة في الدنيا دي تخلقت تاخدها ببلاش مفيش حاجة في الدنيا اسمها تاخدها ببلاش مفيش حاجة اسمها هتروح تتعامل مع أحد ويديك حاجة كده لوجه الله مش عايشين احنا في الزمن ده زمننا تغير فإذا اللي هيديلك معلومة وهيضربك في ثقافتك اعرف إنه مستهدفك طب وإنت إيه اللي مخليك قاعد ومستسلم ليه اللي مخليك قاعد وبتنجارف وراء هو اللي هيب عليك في البداية داية السوشيال ميديا ابتدى يختاركك كان الأول زمان قوي قوي شراية الفيديو كان كم حد عنده في البيت فيديو كان قد إيه حد يقدر ينزل يشتري أو يأجر شريت فيديو ويتفرج عليه كان نوع من العيب أو نوع من الخزنين طب هو جالك لحد البيت الثقافة الجديدة إن أنا ما خلكش تنزل تدور على نوع الإدمان بتاعك إدمان؟ آه هو إدمان في ناس وصلت لدرجة الإدمان ومش عارفة تخرج من الدايرة طب برضو هي إيه اللي دخلها الدايرة؟ خلوني أكمل معاكم الأول وأقول كانت الناس بتكسف إن هي تنزل تشتري شريت الفيديو أو تأجره من محلات فخلاص راح على الفيديو جات لنا السوشيال ميديا وجات لنا الانفتاحات والتكنولوجيا ويريتها ما جات جات لنا بكل المفروض حاجة حلوة بس إحنا اخترنا أسوأ ما فيها إحنا اللي بقدينا اخترنا نطلع أسوأ ما فينا ونتعامل بأسوأ ما فيها مع العلم اللي صنعها ما بيستخدمها إزاينا هو بيعملها ويسأوأ أهلنا عشان إحنا الغرض إحنا المستهدف إحنا اللي مقصود نتضرب في عادتنا وفي تقالدنا وفي ديننا وفي أوطاننا عشان إحنا ترطع بالنسبة لكل حد طمعا فينا طيب هو لما دخل علي في السوشيال ميديا دخل علي إزاي؟ دخل عليك إنه هو ابتدى يشوف أفكارك وميقولك وغرائزك بتميل لحد فين؟ طيب إنت لو ملكش في الاتجاه ده طيب هخليك يبقى لك اتجاه هعلي النيد عندك يعني إيه علي النيد؟ يعني لو إنت مش محتاج هخليك تحتاجك بالزق العافية هخليك تحتاجك في عندي نوعين من البشر نوع بيدخل علشان يجرب أو يشوف بس العالم ده فكرته إيه؟ وشخص تاني بيدخل وسحب الطيار وما بيرجعش تاني اللي شافه خرج عرف العالم ده كويس قوي هو عاوز منه إيه؟ عارف كويس قوي إنه هو المستهدف عارف كويس قوي إنه بيطلعب على تفكيره وعلى دينه وعلى نمط حياته وعلى تربيته اللي من خلالها هو بيحربكه وقعده وورا الشاشة بيدير العالم كله طيب وبعدين جالك عن طريق الإعلانات الممولة عن طريق تفتح صورة تلاقي نفسك دخلت جوة لينك بتتفرج على صورة إيه بحية؟ داك مرة ببلاش لحد ما انت تعودت وبقيت انت اللي بتطلب وبتجري عليها زي مضمن المخدر بالضبط ما سابقوا اتكلمنا قبل كده إن المخدر بتنزل تدور عليه وفي نوع من المخدر بيجي لك لحد عندك بل لحد سريرك وانت نايم من خلال شاشة التليفون وانت قاعد انت مش محتاج تنزل السوق عشان تدور عليه مش محتاج تجيب الديلر عشان تقوله انت فين وسعر الكلام ده فين كل حاجة بقت متوفرة على السوشيال ميديا دلوقتي بقى العالم الافتراضي بقى هو الواقع اللي احنا عايشينه والعالم اللي احنا عايشينه اللي هو الواقعي بقى بالنسبة لنا هو الغريب تخيلوا ان الاية دلوقتي اتعاكست ورجعنا تاني نعيش مع بعض بس مش عارفين برضو نعيش مع بعض يعني ظرف الكورونا اللي خلانا ندخل جوه البيت ودي رحمة من ربنا ان يكون فيه حج جوه المنازل احسن من العزل الطبي دي رحمة من ربنا احسن ما يكون بيتنا هو اللي فيه المشكلة وننزل نجري في الشوارع نشوف فين نستخبه لوني اكمل معاكم الموضوع بدأ ينتشر ازاي دخلك مرة واثنين وتلاتة وهو زنان عشان يبقى لك عشان عارف ان انت ضعيف انت لو قوي هتعمل له شكرا بلوك وتمشي بس النفسة امارة بالسوق احيانا تهوى واحيانا تتراجع واحيانا تعمل ستوب فيه ناس اخدها الطيار لدرجة ان هي ايما نايمة للنهار تليفونها في حضنها اسمع كتير من الامهات تقولي والله هو احسن من شباب كتير بينزل الشارع ما بعرفش حاجة عنه والله يعني هو قدامي احسن ما يبقى في الشارع وجه طلبه مايردش علي هو كده في امان لا حضرتك الفكرة ده غلط ده ممكن يكون اخطر مما يمكن وهو قاعد قدام عينك وقفل على نفسه ببقضته طوله النهار وما انتش عارفة هو بيعمل ايه الكارسة الكبرى انه يبقى ماسك تليفونه طوله النهار وقاعد في قودة نومه لما كنت سبق وكتبت بوست قبل كده يا جماعة عايزين نغلق المواقع الاباحية يا جماعة ليها مشاكل كتير وقصرت كتير في حالة الطلاق وعزوف الشباب عن الجواز وخلت الراجل الشيخ نفسه الشيخ في السن يدخل يتفرج عليها الطفل اللي في اللي لسه في ابتدائي وبيتعلم بيدخل يتفرج عليها الطفل كمان؟ اه الطفل من خلال الافلام الكارتونية معانا مداخلة الو الو السلام عليكم وعليكم السلام اهلا بيكي زي حضرتك استاذة صارة اهلا بيكي كل سنة وحضرتك طيبة مش سيح حبيبتي وحضرتك طيبة بخير احلى كلام حضرتك بتقولي والله العظيم انا معجبة قوي بحضرتك وبالكلام اللي بتقولي مرسي يا حبيبتي ربنا يخليكي تبعيني لحد الاخر ماشي حضرتك مرسي اشكري جزيلا خلوني اكمل معاكم هو دخل قوضة نومه وقافل على نفسه طول النهار تفتكري هو بيعمل ايه نايم ايه اللي من نايمه العدد السعدي كلها طب ايه اللي من خليه قلب نظام نومه طوله النهار نايم وبالليل طول الليل صاحي بيعمل ايه بيدخل الحمام بتاعه بيتأخر كتير ليه واخد تليفونه معاه حاجات جيك كلها يا جماعة كده حاجة بتخبط ليكي كده كأم تقولك انتبهي فيه خطر قوي جدا عندك في البيت وانت مش واخد بالك منه ان انا لما مسك طفل لسه في ابتدائي تليفون اكبر من امكانياته واحتياجاته يبقى انا لبرميلي الهلاك يبقى ملومش غير نفسي في الاخر اللي يخليني اقول طفل في ابتدائي يمسك احدث تليفون في ايده وممكن انا ماكنش قادرة اجيبه النفسي بس عشان خاطر الطفل مايبصش لصحابه عشان مايبقاش اقل من صحابه احنا امتى هنغير العدد دي هو الطفل محتاج امني التليفون اكتر من انك تكلمي تتطميني عليه هو الطفل ليه مع تليفون حديث يعمل داون لود عليه ويدخل على مواقع ويتفرق ليه اوصل لمرحلة ان انا انزله روابط ويعمل لك على التليفون علشان مايتفرقش تمام من البداية ما جيبلوش انت ليه جايبهولو لو هنتكلم على ثقافة ان خلاص بقى كل العالم دلوقتي يماشي بتليفون يبقى التليفون على قد الحاجة انا ككبيرة ما بجيبش تليفون بامكانيات عالي انا بجيبه على قد انا محتاجة ايه من الحاجة دي وبشتريها لكن مش معنى ذلك ان التكنولوجيا تبقى فردت نفسها كل ما ينزل تليفون جديد اقوم جارية وشارية الكلام ده مرفوض تماما لانه بيدخلك على حاجات اسهل بكتير انك ما تدفعش فيها فلوس وفلوسك تبقى ضايع طول الوقت خلينا كامل معاكو بقى الشاب اللي بيبقى داخل قد تنومه وقافل على نفسه طول النهار حضرتك كأم وحضرتك كأب ما فكرتوش في مرة تسألوه انت طول النهار يا ابني مش قاعد معانا ليه هو احنا ما بنشوفكش خالص ليه رغم ان احنا في بيت واحد هو انت طول النهار قافل على نفسك باب قدتك بتعمل ايه خليني بقى وضح لكم حاجة اهم بقى وهنتكلم ازاي نعالج الموضوع هو انتو معتقدين ان الشاب بس اللي بتفرج معتقدين ان الراجل الكبير بس اللي بتفرج ان الستة الكبيرة الموضوع بقى مفتوح انا مقدرتش اقيم دلوقتي لحد الان انهي فئة عمرية بالزبط اللي بتدخل تتفرج انا لما يكون عندي الكارتون بيعلملي طفلي ازاي لما يشوف واحدة يلعب معاها لعبة عروسة وعريس وياخدها في جنب او يشوفها في هايبر يقوم حاضنها وبيزها هي دي ثقافتنا اللي احنا تربينا عليها ان طفلي لما يشوف طفلة زي يروح يبصها من بقى ويبقى عادي حاجة عادية انتو ليه مش بتنتبهوا للكلام ده هو ده تربية ناشئة على ثقافة معينة انا لازم انتبه ليها تربيتي غلط من البداية ان انا اقول ايه ده فيلم كارتون فيلم كارتون انت مطالبة تعادي تتفرجي عليه لغة بيتكلم بانهي لغة بيقول وبيزرع فيها اي ثقافة مع طفلي طفلي استجاب لحد اي مدى فيها انا بالعكس انا خوفي عالطفلي دلوقتي من فيلم كارتون اللي انت فرحانة انه بيضيع وقته وبيبطل ازعك في البيت وانت بتشغلي بالك خلاص انه هو قاعد بيتفرج على فيلم كارتون وبتشوفي حياتك حضرتك الموضوع ده غلط تماما قادي جربي بس انتجة كبيرة هتلاقي نفسك بتستحي وبتكسفي انك تتفرج على فيلم كارتون ده ده مرحلة التفولة نيجي لسن المراهقة خلاص ما هو عدى منك هتتعاملي معه ازاي بقى قلعا وقضل بقى نسمع نسب تحرش كتير وفي الفئة سن المراهقة فئة السنوي فئة بنات الجامعة في البداية والزواج العرفي في الجامعات جامعة ما ده انتشر ليه عشان كل ترمى بحية سقفها علي كل ما اماننا ايه قل قوي كل ما بقناش قادرين نسيطر على الموقف احنا طول ما عندنا الحرام في الخفة فهو مش حرام ومش عيب لكن مجرد انه طلع للعلن او واحدة طلعت تتكلم فيه فانهجمها كمجتمع انت عرفتي الكلام ده من ايه زي ما كنت كده بتشتم في البداية وناس تدخلي على الحسابي ويشتموني ويقوللي انت عرفتي الكلام ده من ايه هتاك عايز اوضح لك حاجة مهمة قوي ممكن سابق قولتها فيه فرق ما بين الباحث اللي داخل يبحث فليه رؤية وعنيه بتبص غير عينك وغيرك ان انت شخص عندك ميول وغرائز فداخل تتفرج عشان تشبع رغبتك انا دخلة عشان اشوف حاجات كتير انت مش شايفها انت سوري شهوتك هي المتحكمة فيك وغرائزك انا دخلة اتفرج بعين الكاميرا اللي بتصور دي تمانها كم اللوكيشن اللي معمول فيه الحدث ده تكلفته قد ايه هو ليه مصروف قوي قوي على حاجة زي دي ممكن في الآخر تبقى تلت ساعة او ساعة لربع لو هنيجي نقرنها بالافلام هي اسمها فيلم ايوحي طب هو فيلم يعني تمثيل اه تمثيل بس انت مش واخد بالك انت زي ما بتتفرج على مسلسل على فيلم بتقيد التلفزيون وبتتفرج عليه لما بتيجي كده في المييكنج يقولك ايه او في الكواليس بتاعت الفيلم نقولك احنا قعدنا نشتغل فيه سبع شهور تمن شهور عشان نطلع الفيلم بالنتيجة دي حضرتك على فكرة اللي انت ما تعرفوش ان الفيلم الاباحي اللي انت داخل تتفرج عليه ده برضو مش معمول وانشط مش متصور على كذا مرحلة طب هي ايه الفايدة في كده هو عاوز يوصل لك مرحلة انك تنفر من المجتمع وتعذف عن الزواج عاوز يعليلك سقف الحرام انك تبجي فيه وخدوا بالكوا قوي من النقطة دي تفرج بين المرء وزوجه يعني ايه يعني هيخليك تشوف مراتك مش كاملة زي اللي انت بتشوفها مش حلوة زي اللي انت بتشوفها مش هينفع تطلب منها اللي انت بتشوفه عشان هتقولك شفته فين او عشان هو حرام وبيخالف الدين وخلينا اقولك الدين يهودي ومسيحي واسلامي التلاتة حراموا الزنا مش مقتصر على الاسلام لما يوصل لمرحلة ان انت تنسى دينك وانت بتتفرج وتلاقي دينك بيتهان وما تردش عليه اعرف ان الكير بنازل بيك وانت اللي بتصرع بيوم القامة ايامتك كبنى قادم ايامتك انت كبنى قادم قامت ان انت نسيت دينك ومعرفتش تدفع عنه لما يوصل لمرحلة انه يهين الرمز الديني جوى الفيلم القباحي وانت تفضل مستمتع عشان غرستك هيا المتحكمة فيك يبقى نفسك هي اللي بقى تسيئك دلوقتي مش انت المتحكم فيها طب هو ليه هاويز يضربني في ديني عشان يدخل مسلم ومسيحي يتخنقه على نفس التويتا او نفس البوست لان ضرب المسلم مع المسيحي ايه ده هي فيها للدرجات دي او فيها للدرجات دي وانتو عارفين كويس قوي من الناس اللي بتتابع الحلقة دلوقتي وشايفها ان فيه اكتر من كده كمان طب ايه الغرض منها حدك قاعد وعندك وقت فراغ او ما عندكش وقت فراغ انت بتوجد الوقت اللي تتفرج عليه هو الإدمان لازم يكون إدمان مخدر بتتعطب بقك او تاخده بحقا استحالة الإدمان انت ما تقدرش تستغنى عن اي حاجة في الدنيا لما قولك تبطلها تعمل اسقاط وتبدأ تدافع عن الحاجة اللي هي سلوتك اللي انت بتحس فيها بناشوة وغرائزة غرائزة خلاص تلعت لمنتهى ان انت مش قادر تستوعب ان حد بيهنها تخيل ازاي مضمن السجارة مضمن المخدرات مضمن برضو الفيلم الإباحي كذلك مش قادر يستوعب ان انت بتهين حاجة زي دي ازاي تهنها دي حاجة حبيبته دي حاجة هي اللي بيعيش معاها في عالم تاني هي اللي بتخرجه وبتنسيه وطبعا ده الكنسبت ده غلطة هو ده فهمه لك وحاول يدخله لك في ثقافتك ان انت كده بتنتقل من مرحلة العالم الوحش اللي فيه بطالة اللي فيه قلة شغل اللي فيه قلة المال اللي فيه قلة الصحة اللي فيه عدم بركة تعالي اخذك لعالم تاني انت مش قادر تتجوز فاعيشك في عالم تاني ايه ده ايه ده فيه بيوت يا جماعة اتخربت بعد 40 سنة جواز فيه بيوت اتخربت بعد ما ناس وصلت سن الستين يعني ما ما تخربتش لسه حديثة طب ما بيهلك الشباب اللي لسه متجوزين هوا يقصد ايه هتلاقي نسبة الطلاق عالية قوي الناس كتير قوي اتجوزوا اول شهر جواز وتطلقوا ناس كتير بتتكسف تسأل ناس كتير بتتكسف تقول هي ليه طلقت وده بسبب ان الشاب اللي عاش فترة مراحقته كلها او قبل ما يتجوز عاش عالف افلام الاباحية لما جيه دخل مرحلة الحلال معرفش يتقلم عليه عشان مش هو ده اللي شايفه مش هو ده اللي يعنيه اتعودت عليه انه يقدر يوصل لنشوته بيها فاصبحت دي لتكفيه يبقى شكرا نستوب بقنا في مفترق الطرق نتطلق لان بعد ما انا زوج معاكي مش مستكفي بيكي هدخل اكمل على الفيلم هتفرج عليه احنا وصلنا لحالة دي وصلنا لمرحلة دي طب هو عاوز ايه من ده كله عاوز يوصل لي ايه عاوز يضربني في ثقافتي او ينسني ديني ينسني انا اديانتي ايه اصلا لما يدخلي مسلم ومسيح يتخنقوا مع بعض الحرب هتبقى طائفية ما اصبحتش بقى حروب على المجاعات وحروب على مية ولا لا لا الحرب بقى لو في حرب قادمة ربنا يعفينا يعني هتكون حربة اديان حربة اديان ليه عشان اهلك رمزك الديني اللي ما قدرتش تدافع عنه بانك تعمل بلوك للحاجة دي او تعمل سطوب ومش هتدخل تتفرج عليها تاني لقيت نفسك الطيار سحبك لدرجة خلاص انت غرقت مش قادر ترجع مش قادر تستغنى عن الحاجة دي اصبحت زوجتك مالهاش لازمة اصبح لو انت في فكرة تتجوز في دماغك هتتجوز روتيني علشان بس مجرد ان الام والاب يفرحوا بيك ويبقى عندك احفاد ظلمت طرف تاني ملهوش اي زنب في الحياة اللي هي الزوجة جديدة اللي انت بتتجوزها ظلمت اولادك ان هما يدخلوا على تليفونك او يمسكوه او يدخلوا على اللاب بتاعك ويتفرجوا يلاقوا ماما ايه يا جماعة ده انتوا بتربوا ولادكو ازاي انتوا ازاي سايبينهم في المستنقعة ده ومش قادرين تحسوا ان احنا داخلين على مرحلة كله حاطت راسه في الرمل زي النعام ولمجرد ان احنا نبيحة للشاشات ونتكلم في الموضوع ده يبقى عيب وقلة ادب العيب وقلة ادب لما حضرتك تتفرج وتنكر انك بتتفرج انت لو شايف انك صح مش هتنكر لو شايف ان انت بتتفرج عليه ده افادك وزي ما بتقول ثقافة مش هتنكر بس لو عايز ثقافة حقيقية روح لطبيب في عيادته وتعلم الثقافة لو عايز تتعلم فعلا وانت ما عندكش اي خلفية سواء ستة او راجل عادك تفضلي المكان ده في العيادات مش يبقى عالملق نسمع حلقة بتقول ايه ومش عارفة دكتورة تطلع تتكلم في ايه وتشرح تفصيلي لا حياءة في العلم ما هو لا حياءة في العلم في اللي انا بقوله لكن لا حياءة في العلم ما ينفعش يتقال تفصيليا من طبيبة او طبيب يطلع يشرح الحالة او الحياة الزوجية ما بين اتنين ده ما كانها في العيادات ارجوكو خلونا نرجع نكمل الجوانب السلبية هو بعد ما اخدني الطيار اصبح بقى بيقولك ايه ادفع ادفع عشان تقدر تكمل وزي كأنك بتلعب جيم فانت داخل في مستويات عدت المستوى الاول التاني التالت حدك عشان تدخل بقى للمستوى الاكثر اغراءا ابتدي ادفع هو انت لقي تاكل يعني هو انت التزمات حياتك كلها وحتى لو لقي تاكل وعندك التزماتك كلها انت مش مستحرم تعبك يضيع في الهواء يعني انت مش مدرك ان في ناس انت ظلمها بالفيلم اللي ده اللي انت داخل تتفرج عليه انت مش شايف ان ولادك قبدا بان انت تقعد ربيهم وتعرفهم دينهم اللي انت تكاد تكون نسيته وقت ما تهندينك قدامك وما قدرتش ترد عشان شهوتك اتحكمت فيك عرفتوا المواقع الاباحية بتاخدنا لحد فين عرفتوا احنا وصلنا لحد فين انا لما ناس تستفزني وتقول لي طب يعني يا دكتورة يعني ما هو الكبت والشباب والبطالة وقعدتهم على الكافيهات طوله النهار هقولك فيه بنات بمليون راجل اكتر من الشاب بتنزل تدور على اللقمة عيشها وبتشتغل كويس قوي الشاب ده بس هي مشكلته انه كان اعتمادي واهله ربوه انه هو اعتمادي عليهم فاصبحت الاعتمادية اللايفستايل بتاعه ما يقدرش انه هو يشتغل ويصرف على نفسه بقى علي على المجتمع قطر خيرك يا ماما وانت يا بابا خلفتلنا حد بيعقنا اكتر وعلي علينا في المجتمع واحنا مش نقصين قاعد طول النهار على القهوة بيعرف فلان بيدور على الاماكن اللي فيها الوايرلس عشان خلاص ما بقاش قادر انه هو يدفع فلوس عشان يدخل على النت المواقع بقت فيها محجوبة ويدب بس يديك الاغراء في الاول يقولك لو عايز تكمل ادفعوا بالفيزا والكلام ده كل فبدا يدور على الاماكن لما تلاقي بقى حاجات عندك من البيت نقصت وفلوس نقصت ما تقوليش لا اصلا هو مش مش مضمن مخدرات فما اقدرش ان انا اقول انه هو اخدها من البيت لا حاديك ما هو الادمان ادمان في كل حاجة وده طريق الهلاك فمحتاج فيه فلوس عشان يقدر يكمل فيه هتلاقي فلوس تنقص من البيت هتلاقي بياخد تليفونك انت ورافض تليفونه عشان لو تليفونك احدث من تليفونه يقدر يدخل ويتفرج عليه هتلاقي طفلك وهو في الحضانة برضو فيه العاب كرتونية انا لسه ان حد النهاردة ام بتحكيلي ان فيه عروسة بتتبع في السوق انا من الوصف نفسه انا بجد يعني مش قادرة ان انا اوصفه لكم ان عروسة يعني نازلة في هيئة ادوات كتابية ولكن هي محتواها جنسي يعني ده عشان اديال طفل في كيجي وبيبي كلاس والسنة ده اعرفوا الثقافة دي لا هي مش دي ثقافة اللي مطلوبة ان الام تكلم ولادها فيها الثقافة ان انا اعرفه ان انت ولد وفيه فرق بين الولد والبنت مش الثقافة ان انا اقوله فيه عروسة وعريس يا جماعة ده ايه ده احنا وصلنا لحد فين فيه قبي تلاقيه يقول ايه روح بوستانت من بقها روح مش انت بتعود طفلك من هو صغير انه يبقى جريئة انت بتعود طفلك انه يبقى قليل للأدب ما يبقاش مقدب هي دي التربية والثقافة اللي احنا عايزين ربي ولدنا فيها طب هي اللي لا دي كلها احنا هنفوق منها امتى طب احنا دلوقتي قاعدين في بيوتنا فيه ناس مش قادرة تتأقلم على الحياة وهتلاقيهم بتخنقوا مع زوجتهم عشان كان عندهم وقت الاول ان هم يتفرجوا على الحاجات دي برا البيت او ما كانوش موجودين قصاد بعض فتلاقيهم قاعدين في البيت متنافرين دلوقتي الحياة بينهم شيفهم مستحيلة ولا تطاق لا هو عارف يديها رق حل ولا هي عارفة هو متضايق من ايه عشان هو كان بس بتلاقه في اليوم ساعتين تلاتة بعد كده بينام وكل واحد بعد كده يصحى يروح شغله فده قاعد بقى يعني مش عارف يفتح التليفون مش عارف يبص فيه مش عارف يتفرج ايه كان ممكن وهو قاعد في عربيت وكان ممكن هو في مكتبه كان هو المهم كان ليه مخارج انه يشوفها بعيدة عنها هدلوقتي يقاعدة في وشه فتلاقي الناس دي لحد الآن عندها قزمة ان هي تتحمل جو البيت شبابنا والله بيديوه ما تفكروش ان الكلام ده مجرد كلام انشاء مش بقلوكوا دخلوا تفرجوا عشان تشوفوا انتوا اكيد عارفين واكيد بتشوفوا جواز العرفي اللي انتشر كتير جدا في الجامعات سببه ايه ان الصبح يتجاوز عرفي وبالليل يتطلقص لوما تخنقوا مع بعضه خلاصوا الدنيا بيسوا الدنيا ماشية وعادي وده سنهم وتلاقي الأم والأب في فئة معينة يقولك يعني مش هنحاسبهم سن طيش سن شباب ولازم يغلطوا معشان يتعلموا انتوا ازاي وصلنا المرحلة ان الغلط الجسيم ده بقينا نسمعوا انه غلط عادي ازاي بقينا بنبص للحاجة اللي كانت حاجة عظيمة وكبيرة جدا بنتفه منها ونصغرها رغم ان هي حاجة كبيرة جدا وعظيمة شايفين حياتنا دلوقتي ماشية ازاي خلينا نتكلم بصراحة كام واحد في قرارة نفسه عارف ومتأكد انه مش قادر يبعد عن الحاجات دي طب ايه الحل؟ إلجأ لطبيب نفسي إلجأ في سك التعديل السلوك عشان تقدر تتخلص لو انت عندك نية ان انت عايز فعلا تتخلص من الجو اللي انت عيشت فيه من القوم قوم اللي انت دخلت نفسك فيه وقفلته وبعد كده انت خسرت دنيا ودين والمتأ على فكرة اللي انت بتتكلم عنها وبتتفرج عليه هدية انا عايز اقولك 3 اربعها عمليات ومصروف عليها ملايين او ادوية فبيهموك ان ده الحقيقة وده مش الحقيقة انت لو دورت في العالم كله اللي انت بتتفرج عليه ده مش هتلاقي في الحقيقة ده خلاصة الموضوع قولا واحد لو انت شايف انه متأكك في اللي انت بتتفرج عليه ده وعيش على امل انك في يوم من الايام هتجربه مع حد انسى لان ده اسمه فيلم يعني تمثيل تمثيل مش موجود في الحقيقة ما توهمش نفسك اكتر من كده وتعيش فيه عيشت فيه انت غرقت وغرقت كل اللي حواليك انت خسرت مديا وجسمنيا وفكريا ووقتك ضاع بتخسر دينك والله بتخسر دينك الرموز الدينية يا جماعة بتتهان المقصود بيها جوه ايه نمسك في بعض انا بشوف مسلمين ومسيحيين داخليين بيشتموا بعض بيتباهوا بيستعرضوا بالقدرة الجنسية دين عن دين انا ايه اللي دخلي موضوع الاديان في الجنس ايه اللي خلاني اقتنع بالفكرة واتفرج عليها وشايفاني ايه حاجة عادية هو لو هي ثقافة ايه علاقة الدين بيها طب ايه المقصود بيها اجنتة ممنهجة لضربنا اه وانت بتساعده احربك بدون نقطة دم تنزل من عندي احربك وانا قاعدة من وراء شاشة انت مش شايفني هحربك هحربك لو رحت فين لان انا عرفت ميولك خلاص بقتك بقت فوق احلامك فانا كل شوية بعملك قفضة على احلامك وزود لك الجرعة بالزيادة زي مود من المخدرات بالزبط كل ما بتزود الجرعة بتلاقي نفسك بتتمادة ومش عارف ترجع هو نفس القصة اعمال يزود لك الجرعة ويزود الشراهية عندك اكتر انك تبقى قاعد مسلوب الاراضة نفسك اللي بتتحكم فيك وامارها بالسوق مش انت اللي متحكم فيها الا ما نرحم ربي هتقعد تتفرج عليها ليل نهار طب بالله عليكم احنا دلوقتي في ايام داخلين بقى على رمضان وجو روحانيات معادش في جوامة هننزل نصلي فيها هنصلي في البيت انسى بقى التليفون ده شوية وركز في زكادة الصلاة اللي انت زعلان ان مش هتتفرش في الجامعة افرشها في بيتك افرش السجادة كده وام بأهل بيتك وفتكر ربنا افتكر ربنا اللي بيحاسبنا قوي الفترة ديت كلنا مخطئين على فكرة مش حد فينا مش مخطئ بس الفرق ان كل واحد فينا عارف هو بيتعاقب بمقدار قد ايه عشان هو غلط مع ربنا قد ايه ما تخلوش النظام بقى السيئة تعوم عشان اللي بيغلط قوي السيئة عملة تعوم واحنا بنيمطلع في الرجلين معهم ارجوكو لو انت فقلا حريص على دينك كمسلم وكمسيحي ويمكن انا مقلتش يهودي عشان غالبية مصر او في الوطن العربي الديانة المسيحية والاسلامية ما عندناش كتير ديانة يهودية ولكن احترما لكل الاديان تلات اديان حرموا الزنا قولا واحد اللي انت حاضرك بتتفرج عليه ده زنا مباعة او مجانا لك وانت بتتفرج لها مادم استهوتك واستمتعت بيها وعشت بيها فالعين تزني ده لو كنت لسه فاكر بقايا كده من دينك ان العين تزني مها اصل انا مروحتش عملت ده مها اصل انا مجرد صورة مها اصل يعني مجرد بس كده دخلت خمس دقيق اتفرج انت بتدحك على نفسك ولا بتدحك على ربنا ولا بتدحك علي بتدحك على مين انت يعني عايز مين يصدقك هو ربنا اهم من اي حد هو مطلع وشايف عارف نيتك وانت داخل تتفرج وان الخمس دقيق معاك داخلين عشر دقيق وبقى موضوع انترناشنال انت مش قادر تجابه لانه بطريقة احترافية هو مصوق مصوق فعلا جيد جدا جيد جدا ده ممتاز جدا انه قادر يباعلك وانت قاعد في مكانك ويحاربك عارف يحاربك تفتكر لو دولة زينا ربنا لا يكتب علينا غير الامن والسلام يا رب دايما لو دولة زينا جات تحارب واحنا عندنا العقلية ديت اللي طوله النهار غير انا انت هتقدر تحارب انت اصلا فيك من الامكانية انك تدفع عن وطنك ده انت مقدرتش بكلمتين تدفع عن دينك مقدرتش تعمل بلوك بدغط الزرار على الموقع وتقفله هتقدر تقف تحارب عن بلدك وتدفع عنها احنا ليه استرخصنا نفسنا قوي كده ليه ليه ربنا يعني علانا وغلانا قوي ليه لما شوف الفيلم او المواقع الاباحية تنتشر زينا المحارب ودي ابشع مما يمكن اعتقد ان احنا وصلنا المفترق الطرق ما اعتقدش فيه حاجة بعد كده ان الاب عاشر بنته وان الامة عاشر ابنها وتعدد مش عارفة مين ايه ده ايه ده وان مرات الاخ عادي مع اخوها وتبادل جماعة انتوا مستوعبين الكلام ده انتوا يعني الشهوة اخدتكم درجة نسيته ان ده مش موجود في مجتمعنا والله انا خايفة افتح التلفزيون في يوم الاقي بقى ده حاجة امره مسلم به من كتر ما هو موجود فعلا على السوشيال ميديا وبقى ليه طواقف بالدفع عنه هو احنا قوم لوط اصبح المسمى الجديد بتاعهم المسلين وبقى ليهم ناس تدفع عنهم وليهم شعارات وليهم حق في المجتمع ولازم يعيشوا كمان هو احنا بنضحك على نفسنا بان احنا نغير الاسماء على فكرة يعني معشرة رجل رجل قولا واحد دول قوم لوط انت هتتجادل في ايه وانت عارف كويس قوي ربنا عقبهم وعمل فيهم ايه يعني انت عارف عقابة كويس قوي من ربنا ايه انت بتنشر لي ثقافة زي دي وتجبرك المجتمعات ان هي تحترم ده عشان دول بنا قدمين لهم حق في المجتمع وليهم اتكونتات وليهم حسابات وليهم جروبات وينزروا ويتجمعوا وحفلات احنا فين احنا رايحين فين لا ما تتحكش علي وتقول لي اسم مستعار ومعروف قوي قوي ان ده قولوت متقوليش مثليين يعني ايه مثليين اسمهم قولوت اللي حصل ورافع الاعلام من كم سنة وحاولنا ان احنا نداري الموضوع وجماعة لا ده فئة وما كناش نعرف الكلام من ده موجودين على السوشيال ميديا وبينزلوا ويتقابلوا احنا وصلنا بين الحال ان يبقى فيه معاشرة مع الحيوانات يعني احنا البشر كلهم خلصوا ان الانسة تعاشر حيوانات يعني ده خلاص اخر ما عندنا جبناه ولا لسه فيه باقي عشان يوم من ايامة تقوم منتظرين ايه تاني يعني انا مش شايفة ان الحلال بعيد عشان تجري على الحرام مش قادر يا عم سوم ما هو دينك قال كده يعني محدش اجبارك انك تتجاوز محدش اجبارك على فكرة برضو غير نفسك اللي امره بالسوق انك تدخل تتفرج هو كل اللي احنا بنتفرج عليه ده وكل اللي احنا وده اننا عملا تسمعوا انتو مش خايفين على ولادكو مش خايفين على عليهم انو يطلعوا ناسين هم اصلا ديانتهم ايه هو يا فين الديان اصلا هو يا حرب ابتدت على السوشيال ميديا في الكومنت كده مع بعضهم المسلم مع المسيحي بعد كده الله اعلم هتوصل لحد فين ربنا يحفظنا ربنا يحفظنا بجد انا مش مستوعبة كم المشاكل كمان اللي انا بسمعها والناس اللي بتشتكيلي وعلى ادفع الاسباب الناس بتتطلق لمجرد جاوز في اول يوم لا دي خلاص فخلاص تتطلق عارف اللي هي يعني مش بنت الناس دخل بيوتها فيقام عليها الحد يا اما خلاص ارضي بالعيشة دي ولو حصل خلفة ربي ولادك عشان احنا في مجتمعنا بيرفض انه يعني يوجه اي اهانة للراجل ان هو غلط مدام هو راجل فهو مباح له اي شي مدام هو راجل فخلاص يعني مش عار لكن تعال لو واحدة لا ده قمة العار ده دي هتوها على طول تتقتل ازاي يحصل منها الكلام ده ده على اساس ان الاتنين دول قدام ربنا مش بناء ادنين وهيتحسبوا بنفس المعيار والمكيل ازاي في الدنيا انتو خلطوهم معرين ومكيلين في حكم مين وفي شرع مين مفيش اي ديانة قالت الكلام ده على فكرة ربنا لما حرم الزنا حرمها على الطرفين الرجل والست ابحش لاي طرف الكلام بعد جديد اللي انا بسمعه ما حلش اصله هو الراجل حتى لو غلط هيبقى معروف النسب بتاعه بس عشان الست النسبش هيبقى محدد ليها فيمكن هو ده اللي بيخلينا شوية نقول الست حرام لا ما سمعتكش انا ما فيمتش عند عايز دول دي يعني انت كل المشكلة ان انت هتطلع لي ابن فراش عشان الام ايه اللي انت بتقوله ده باي حكم دين واي شرح احنا رايحين فين يا جماعة الست زي الراجل قدام ربنا الاتنين مخطئين ما تقعدوش تجادلوا في حاجات في الدين والثلاث اديان حرام حرموها حرام قطعا عشان اتكلم فيها بس ارجوكوا بقى يعني التليفونات اللي انتم مسكنها لولادكم التليفونات اللي مع ازوابكم انا ما بقولش الحد يتعدى على خصوصية حد ولكن مع احترامنا الخصوصية بعض تعالوا نحترم نفسنا الاول جوه نفسنا كده عشان نعرف نحترم بعض وعشان اجبر اللي قدامي انه يحترمي انه مايفتش من ورايا مش معنى كده ان الزوجات بعد الحلقة لا ايهو مسكن تليفونات ولادهم وبيتعاملوا بعنف بقى ووريني تليفونك ووريني مش عارفة ايه وانت لا 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 على فكرة الموضوع مش كده رأبي بعين الام والزوجة في نفس الوقت مع جوزك ورأبي بعين الام اللي قلبها على ابنها او بنتها بنتها اه ما هو الطفل مشترك ولد وبنت زي ما الراجل الكبير بيغلط والست بتغلط نفس القصة عندي فيه وهم اطفال الاتنين بيغلطوا ومش معنى ذلك بعفي ان الشباب في قوم لود فالبنات لا موجود في الجنسين مش خايفين على ولادكو رأبوهم بطريقة ماينفروش منكو فيها مايحصوش ان فيه لود عليهم فيضطروا يغلطوا اكتر لان دايما لما بتيجي تواجه المشكلة وانت مش عارف لها حل اسرع حاجة بيعملها اللي قدامك انه يسكتك بكلمتين ويرايحك لحد ما يمشي من قدامك لكن اللي في دماغه هو في دماغه هيعمله انت ما اقنعتوش انت ما عندكش الحجة القوية والسند القوي اللي تاخد وتدي معاه بسلاسة في الكلام وتوصل مع المرحلة هو ايه اللي خليها عمل كده اصلا من الاصل ممكن يكون عندي طفل انتواقي الانتواقية دي كارسة من الكوارث اللي بتخلي البناء ادم يقعد مع نفسه كتير قوي واشتانه بقى يعني لو نفسه دي مش قوية من جوة وعارفة ربنا هتلاقي شتانه طول الوقت عمال يزن وينخور جوة دماغه فضى الانتواقي دايما فاضي لانه معزول عن العالم وقاعد كده في ركن الواحد وبعيد فيتفرج شوية فيدخل شوية ما بيحبش يحتك بالمجتمع دي اكتر فئة دي اكتر فئة هتلاقيها دخل على السوشيال ميديا مش مصاحبة حد على ارض الواقع والسوشيال ميديا دي هي كل حياتها اتعاملي مع جوزك بزكاء اتعاملي مع زوجك ان انتوا لسه زوجين في شهر عسل وانت كمان كزوج الموضوع مش مقتصر على الزوجة الوحدها موضوع مقتصر عليك انت كمان حضرتك دي ليها حق وانت ضيعت حقها بانك بصت لغيرها بان انت حتى لو انت بتقول ان هي ثقافة عشان تسعدها انت محاولتش توجهها عشان تسعدك يبقى الغلط من عندك انت الراعي اللي مسؤول عن رعيتك انت اللي هتطلع لي الجيل يا قب يا اللي معدي الستين او معدي السبعين لسه فيك صحة ما شاء الله واعيدلي قدام السوشيال ميديا بتتفرجلي على مواقع اباحية انا حزينة جدا ما كنتش حابة ان انا اتكلم معاكو في موضوع زي ده في يوم شام نسيم ولكن يمكن من قطرة المشاكل قوي ولقيت شباب كتير بتضيع وبيوت كتير بتتخرب انا صعبان علي بجد صعبان علي لان موقف كورونا ده لو ما وقفناش قدام المراية وحسبنا نفسنا الله اعلم احنا هنخرج منه امتى الله اعلم هنخرج امتى لو ما حسبناش نفسنا قاني القوان نفتكر ربنا نرجع لربنا لا يرد القضاء الا الدعاء ويا رب ما نسمع حاجة وحشة ابدا الفترة الجاية ويا رب نلتزم ونقعد في البيت ويا رب كل ولادنا يطلعوا في احسن حال احسن مننا من اللي احنا عايشينه يمكن مش هيعيشوا ظروف زي اللي احنا عايشناها بس يا رب نتمنى ان هم يكونوا افضل مننا وراريت بتكة قوي على موضوع يا جماعة اقروا اقروا عشان تعرفوا تربي ولادكم اقروا عشان تعرفوا تصقفوهم انت كأم وانت كأب اقروا عشان تعرفوا تسعيدوا بعض اقروا عشان تتصقفوا مش عشان تتعلموا الاباحية الاباحية سقفها عالية قوي قوي وربنا زعلان مننا قوي مبسوطة جدا ان انا كنت معاكم النهاردة ويا رب بكرا يكون احلى على امل انا لقاكم قريبا ان شاء الله اشتركوا في القناة